بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال الإمام بن القيم عليه رحمة الله قال فصل الإلحاح في الدعاء الإلحاح الإكثار الإكثار من الدعاء بعض الناس إذا دعا مرة يترك الدعاء وهذا خطأ فالإلحاح على الله ومن طرق بابا مرة ومرتين وثلاثا وأربعا ومئة وألف لابد وأن يفتح له فالدعاء كطرق الباب وأنت تطرق باب رب العالمين سبحانه وتعالى قال ابن القيم ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء الإلحاح في الدعاء فقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه هذا الحديث اخرجوا الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وأحمد والحاكم وفي إسناده أبو صالح الخوزي قال أبو زرعة لا بأس به كما في الجرح والتعديل وقال ابن كثير وهذا إسناد لا بأس به وللحديث شاهد بسند ضعيف عن أنس هذا نعم لا يثبت وأحيانا الحافظ ابن كثير ربما يقول هذا إسناد لا بأس به وليس كما قال وليس كما قال والحديث الضعيف قد يكون ضعيفا من جهة السند ومعناه يكون صحيحا قال رحمه الله وفي صحيح الحاكم ينتقد على الإمام ابن القيم أنه يطلق الصحيح على الحاكم والحاكم ليس بالصحيح فيه الصحيح والضعيف كما مر التنبيه وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد أيضا هذا الحديث فيه ضعف وضعفه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وفي سنده عمر بن محمد بن صهبان وهو متروب قال وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء الحديث ضعيف تفرد به يوسف يوسف ابن السفر ابن الأوزاعي وهو متروب وكان بقي ربما دلس نقل عن الشيخ النوق الموضوع شيخ الألباني قال وفي كتاب الزهد طيب الشيخ الألباني إن الله يحب الملحين في الدعاء قلوا فيه موضوع وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتاد قال قال مورق مورق العجلي وهذا الرجل له كلمات طيبة قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه نعم يعيش خائفا والمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء الخوف والرجاء كجناحي الطائر فمن عاش بالخوف وحده هلك ومن عاش بالرجاء وحده هلك إذن الخوف والرجاء كن خائفا من ذنوبك راجيا لرحمة ربك والله جل وعلا قال في كتابه الكريم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون نا رغبا ورهبا رغبة ورهبة إذن عش بالخوف والرجاء عش بالخوف والرجاء واجعل الرجاء أمامك والخوف من خلفك فهو كالسوت نعم أنت تخاف من رب العالمين سبحانه وتعالى وانظروا مثلا الذين غلبوا جانب الخوف كالخوارج هلكوا والذين غلبوا جانب الرجاء كالمرجئ هلكوا ووفق الله أهل السنة والجماعة إلى الجمع بينهما إلى الجمع بين الخوف والرجاء وإذا كسر أحدهما توقف السير طيب إلهنا بارك الله توقف السير